دايماً كده عندنا المسج بين الحديث والقديم احنا ما نقدرش نتكلم عن الحداثة أو نتكلم عن التماديون والعمارة والمدن الزكية وننسى تاريخنا وننسى تراصنا اللي لازم يكون جوانا وعندنا انتماء واعتزاز به الانتماء والاعتزاز أو زيادة الوعي بأثارنا وحضارتنا مش بس اللي نحنا كناس كده بالغة وكبيرة في السن لكن كمان الاطفال لازم نزرع فيهم حب الحضارة بتاعتهم وتراصهم والتزوق الخاص بالاماكن التاريخية المختلفة وازاي ينموها من خلال رسوماتهم الإبداعية والتشكيلية اللي ممكن زيارة الاماكن دي تسيب كده عندهم بصمة في الزكرة للاماكن اللي زرواها دا كان الزيارة اللي اتكلمنا عنها في بداية حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر اللي خمسين طفل من مبادرة بسيطة جداً خرجت لزيارة معالم مدينة القاهرة واللي بيرجع تاريخ بناءها للقرن الرابع الميلادي الكنيسة المعلقة كانت هي البطل في الزيارة دي واحدة من أهم المبادرات اللي تبناها قطاع الفنون التشكيلية وهي مبادرة بستان الإبداع الحقيقة المبادرة قدرت أن هي تخرج بالأفكار المختلفة للأطفال مش بس فرجتهم على الكنيسة والأثار والألوان والزخارف الجميلة فيها وعرقتها لكن كمان خدتهم بعد كده يرسموا إيه اللي استوقفهم في الكنيسة دي وهيتعمل معرض باللوحات الخاصة بالخمسين طفل اللي هما زاروا الكنيسة المعلقة مبادرة من أهم المبادرات الحقيقة كفاية اسم المبادرة بستان الإبداع أعود الأطفال أن هما يشوفوا الأماكن الأثرية ويشوفوا تاريخ مصر الجميل البداية كانت من منطقة مجمع الأديان في القاهرة الأديمة أو مصر الأديمة منطقة بديعة الحقيقة أي حد زار المنطقة دي وأنا يعني على الهوى كده بيقول لكم زوروا مجمع الأديان هتشوف جامع عمر بن العاص هتشوف كنيسة ماري جيرجس الكنيسة المعلقة كنيسة أبو سرجة هتشوف معبد عزراء اليهودي هتشوف المتحف الإبطي في نهاية الطريق مكان مفتوح وأثري وتاريخي رائع جدا أطفالنا يشوفوا كده جمال الثقافات وجمال الأديان على أرض مصر في منطقة مجمع الأديان تعالوا نشوف المبادرة دي تأثيرها على الأطفال تفاصيلها إيه إزاي ممكن أعلم الطفل وقدم له مجموعة من المعلومات التاريخية عن عظمة وجمال وتاريخ وحضارة بلده مع الفنان محمد كمال المشرف على مبادرة بستان الإبداع منورنا ومشرفنا على الهوى أهلا بيك سبحانه أهلا دكتور محمد أهلا أستاذة هيبة أولا بحقيك على الاسم بستان الإبداع بستان الإبداع ده مالوش آخر يعني كل شوية هنلاقي فيه جمال على جمال اشمعنا اخترت مجمع الأديان والكنيسة المعلقة تبقى البداية لأطفالنا إن هم يطلوا كده على بستان الإبداع من خلالها هي الحقيقة الكنيسة المعلقة دي الجولة الخميسة اللي فات دي كتن نهاية مش البداية المشروع بادئ من آخر يوليو ألفين تلاتة وعشرين جميل دا كان بدعوة من صديقي وأخويا الفنان دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنان التشكيلية لأنه عارف إن أنا ليه تاريخ طويل في هذا المجال إلى جانب كوني فنانا وناقدا فأنا اخترت أحب مصر ببساطة يعني أحب مصر عن طريق الطفل والطفل وإنت محبي هتحس فعلا إنك في بستان عشان كده لما طلب مني المشروع ده من الدكتور وليد أنا اللي اخترت الاسم ده عشان الطفل محتاج يحس إن البلد مصري يعني يحس بوزنها وإنها دائما بستان لأن ده ضد تسليع البلد إن السكر غلي تبقى البلد وحشة السكر رخص تبقى البلد جميلة ده نوع من أنواع التسليع اللي بيوصل الطفل لرباط مادي نفعي بالوطن والأوطان ليست هكذا الوطن أنت بتاخده على بعضه بكتش على بعضه وليس هكذا الانتماء ولا الهوية الهوية بتتأسس منين؟ من الشمس والهوى والنسمة والخضرة ومسألة العطاء المتبادل بين البلد والمواطن هي مش هتديني قد كده يبقى هتديك قد كده الحزبة مش كده خالص وإلا كانوا اللي عجبها في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر كانوا حسبوها كده لكن دول ما حسبوهاش كده طيب فكرت ازاي؟ وقلت أنا هاخد خمسين طفل على أساس ايه؟ وإيه سنهم؟ احنا كل جولة دي جولة بتاع الكنيسة المعلقة دي كانت الجولة رقم 23 الأخيرة دي الأخيرة يا 22 جولة سبقوها في أماكن أسرين؟ تمام كلها في القاهرة؟ وأنا هاخرج من هنا لا مش كلها في القاهرة وأنا هاخرج من عندكم من هنا إن شاء الله على جولة النهاردة في بقية مجمع الأديان اللي حضرتك ذكرتها دكتورنا احنا ندي بقى من حضرتك اه بالظبط احنا جاينا لو هيب خلاص نيجي البستان نيجي الدعوة ننضم للبستان معاكو على الأرض لكو لكل حبايب البلد لأن احنا في مرحلة حساسة جدا جميل والشائع إن فيه أزمة اقتصادية فأنا مش عايز الأزمة الاقتصادية تعدي على جثة الطفل جميل يا بسوات محمد عايز بقى أفهم من حضرتك كده الطفل هو بتجول معاك في الأماكن البديعة دي زي الكنيسة المعلقة كلمني هنا التفاعل معاه ازاي إيه الأسئلة اللي بيسألها برضو هو بيشوف يعني على حسب إدراكه يعني بس شايف حاجة معمارية رائعة جدا وراء المعمار ده فيه حكايات وتليح وفيه القديس القديسين وحياتهم يعني مهم جدا أن أعرف القصة وراء الأثر الحكاية وراء المد بالضبط لأن حكاية مصر وراء كل أثر حكاية مصر وراء كل أراضيها وكل أشجرها وكل بيوتها وكل جدار من الجدران المصرية عليه حكايات مش حكاية واحدة فأنا عشان كده أنا مش منفرد بالمشروع احنا مكونين فريق عمل على أعلى مستوى يعني معايا مثلا مدير التنفيذي أسامة عادل منصق العام مونة رمضان معايا مروة محي مدير متحف طاحسين رانيا مهدي مدير متحف راتب صديق في المنيب معايا روان عبد الله المسؤول عن التوسيق معايا طفلتين صغيرين جدا مروة مريم علام وفريدة أسامة طب ليه الطفل الصغير يبقى عضو في فريق العمل ده في إطار إعداد الكوادر لأن احنا بنتأخر جدا مهو برضو أنا هرجع لنفس السؤال هما كان سنهم إيه الخمسين طفل الخمسين طفل بين تمانية واثناشر وإحنا وصلنا في المشروع للطفارات أنا وصلت لحد مباشرة سن تلت سنوات تلت سنوات هتحكي له حكاية مصر استيعابه عالي جدا طب بدخله إزاي الطفل الصغير قوي أبو تلت سنين ده واشتغلنا يجي تلت أربع جوالات على هذا السن بدخله من سلسلة ورش مثلا اسمها زينة الأرض وبشتغل معاه على أعلى مستوى فكري وفلسفي ممكن يعني ما بعملوش على إنه نبتة صغيرة مواد في المية ولا إيه يعني مثلا سلسلة ورش زينة الأرض الأرض بتطلع إيه الأرض بتطلع خضار وفكهة وكتان وبردي وقطن بعد ما استعرض معاه كل ده وهو يدرك الشكل بنفسه أقول له طيب واللي ياخد الأرض دي نعمل فيه إيه الإجابة واحدة والله لا تتغير نتباحه نموته يعني الحس المقاومة التلقائي موجود جوه أطفالنا وأطفالنا بخير بس بشرط ما تحبسوش بقى اطلق صراح هذه المشاعر التلقائية ما تعزلوش عن الأحداث يعني ما قدرش أعزلو عن اللي بيحصل في غزة ما ينفعش خالص مين يا أولاد اللي معه فلسطين كله بالإجماع صحيح الفطرة بتاعتنا سليمة من أهداف بستاني الإبداع كمان فكرة تنمية المهارات الإبداعية للأطفال مش بس بيتلقى معلومات عن الآثار وعن تاريخ بلده وحضارة بلده لكن كمان بيشارك إبداعيا يعني بيشوف وممكن يرسم وفيه كمان يعني مخطط نبقى فيه معرض بيضم لوحات وبعد التصاميم للأطفال بعد الخبرة التذوق الفني كده وتلقي الجمال ده ينقلوا بقى في مهارة إبداعية بيتعامل ده إزاي؟ أنا بشكر حضرتك جدا على هذا السؤال لأن ورش الأطفال بتتعامل في مصر بقالها سنين وينقصها شيء مهم جدا هو بيجيبه يرسم يعمل كولاج يعمل حفر يعمل رسم يعمل تصوير بس ما بيدلوش الجدور المعرفية اللازمة غياب الجدر المعرفي بيطلع لك الشكل الفني زي وردة بلاستيك شكل بس ملهاش الريحة بتاعة مصر أنا بقالي عشرين سنة في هذا المجال لازم بعمل البرينستورم اللي بيسبق الورشة لازم المحاضرة بتعمله نوع من أنواع التالي عاصف ذهني إزاي؟ لطفل بتناقش معاه على أعلى مستوى يعني بعد ما أقوله هي دي الأرض سن ثلاث سنوات أبدأ أقوله مين اللي ياخد الأرض يقولك نتباحه طب أبدأ أسمعه إيه؟ تخيالي بقى رائعة محمود حسن إسماعيل ورياض الصنباطي ونجاح سلام أنا النيلو مقبرة للغزاء ومكتوبة على الشاشة طفل ثلاث سنين هيستوعب الكلام ده؟ هو حضرتك كده بتستخدم كل حاجة بقى الأغذية والكلمة والرسم كله كاملا وبتنمي التزوق بالأساس من خلال الموزارات اللي بتاخدوا فيها على أرض الواقع ما فيش فن من أربع جدران وده الخطأ اللي بيقعوا فيه مع احترامي للجميع يعني اللي بيقع فيه كل اللي بيبشروا الورش الفنية انتحطوا بين أربع جدران وتقوله ارسم المصنع ازاي؟ وبالتالي المكنة العقلية عنده هتشتغل إنما المكنة الوجدانية مشتغلة هي هتفضل المبادرة مقتصرة على إنها مبادرة وهتبسل خمسين طفل ولا هتوسعوها هيبقى مشروع قومي مثلا لتنمية الزوء العام للأطفال وزيادة الوعي بتاريخه بحضرتك فيه اتفاق بيني وبين الدكتور وليد قنوش إن احنا في الموسم الأولاني الحصاد بتاعه في الرسم والتصوير والكلاج والنحت والخزف هيعرض إن شاء الله في معرض ضخم جدا أنا بادعو حضراتكو لي يوم 9 سبتمبر واخدين مركز الجزيرة للفنون كاملا طبعا المركز فيه حوالي أربع قاعات كبيرة إلى جانب قاعة صغيرة يعني حوالي خمسة طب دول كلهم هيتمالوا بإيه؟ بالإنتاج بتاع السنة لما كان مميز جدا أعيد الميلاد الأولاني للمشروع طب والسنة التانية فيه اتفاق بيني وبين الدكتور وليد إن احنا دخلين المدارس بكل تركيز وعزم وإسرار كان نفسي أنا أسمع دي بقى كان نفسي أسمع الهتة دي التراجع في الثقافة والفن في المدارس أصبح مخيفا محتاجين ده على وجه السرعة فحنا دخلي للمدارس ومتجهين ناحية الصعيد سؤال الأستاذة هبة أنت في العاصمة بس؟ لا إحنا في خلال الفترة اللي فاتت رحنا السويس بورسعيد المحلة دخلنا مصنع غازل للمحلة إزاي تسيب الطفل ما واش عارف مصنعه ما تخليه خش يشوف ومن هنا يأتي الانتماء رحنا دميات لأن ده تأصيل كمان للصناعات اللي في المحافظات المختلفة يعني بتقول المحلة يبقى غازل ونسيك دميات يبقى أساس بالزبط فيبقى عارف هو محافظته بتطلع إيه إحنا في صغرنا اتعلمنا كده كان فيه رحلة دائما رحلات دائما في المدارس للمصانع المحيطة بالمدارس لازم يخش جوه المصنع عشان يعرف إن المصنع ده مسئوليته وقد يكون مهندسا في يوم ما وإحنا على فكرة ما بنلعبش على عنصر الموهبة خالص لأن هذه التسمية بدت أشك فيها جملة وتفصيلا من كتر خبراتي بنلعب على العينة العشوائية لأن قد يكون طفل قاعد منسحب ومشباين عليه أي ملامح للموهبة وعلى فكرة بقى الإبداع بيطلع من العينة العشوائية دي يعني إبداع نفسه من عشوائية كده ممكن كذا طفل ألاقي حد عنده حاجة مختلفة أحسنت يا دكتور محافظ ممكن يقولها وبيرتكب خطأ في مدارسنا في مجال التربية الفنية خطأ متكرر نموذج الولد الرسيم أو البنت الرسيمة طب وبقية الفصل صحيح؟ لا أصلي ملوش في الفن لا ممكن يطلع ده الخطأ الفادح اللي بيرتك عجبني في الكلام حضرتك تعبير حلو قوي إنه الفن ما هوش ما بين أربع جدران وحتى التعليم على فكرة يعني الاتجاهات الحديثة في التعليم صحيح هو فكرة الحرية في التعليم إن أنا أخرج وأطلع من الأربع جدران دول أتكلم عن التاريخ بش في كتاب تاريخ لا أزور المتحف اليوناني الروماني مثلا في اسكندرية عشان أعرف التاريخ الروماني بزبط التمثيل التجربة الفنية التعليمية المختلفة اللي فيها متعة كمان يعني برضو الطفل في النهاية عايز متعة وثقافة حقيقة في رسائل كتير قوي إحنا ممكن نخرج بيها من المبادرة اللي إن شاء الله هتتعم وتبقى مش مبادرة إن شاء الله بإذن الله إحنا بنشكر حضرتك شكرا كبير قوي دكتور محمد كمال الفنان التشكيلي والمشرف على مبادرة بستان الإبداع شكرا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك